لما بتكون في علاقة مع امرأة بتلاحظ انها بتعمل مجموعة من الافعال والتصرفات حتى تجد بانتباهك وتخليك تقترب منها سواء كانت هاي التصرفات بتظهر من خلال لغة الجسد المباشرة او تصرفات غير لفظية بتعكس رغبتها في التواصل معك بفيديو اليوم رح نذكر اهم هاي التصرفات فاذا كنتم مهتمين بالموضوع تابعوا الفيديو للاخير وما تلسوا الاشتراك وتفعيل الجرس حتى يصلكم كل جديد وهلا يلا خلينا نبدأ الابتسامات والنظرات يمكن انها تكون علامة لبداية التواصل والتعبير عن رغبة المرأة في التقرب من الرجل وجذب انتباهه بشكل لطيف فمثل الابتسام الودية بالدل على رغبة المرأة في التواصل مع الرجل وتعبر عن الاهتمام والاسعدان للتكلم مع الرجل والتفاعل معه بشكل ايجابي كمان الابتسام الصدق بتعكس مدى شعور المرأة بالراحة والسعادة لما بتكون بجانب هذا الرجل كمان ما ننسى انه نظرات المرأة يلي بتكون داف او ناعمة بتظهر نوع من الاهتمام بيكون غاية المرأة من هاي النظرات هي جذب الرجل والاقاع به في المشاعر الجميلة حتى تخليه يحب انها تكون قريبة منه كمان من بين تصرفات يلي بتدل على رغبة المرأة في انه يتقرب منها الرجل من خلال لغة الجسد هي انها بتميل بجسمها في اتجاه الرجل لما بتكون في لقاء معه وهذا الشي دليل على اهتمامها واستعدادها للتواصل معه كمان لازم تلاحظ حركات يدينها يلي ممكن تدل على رغبتها في التواصل الجسدي وبتعكس راحتها وشعورها بالامان معك كمان من بين تصرفات يلي بتعملها المرأة لجذب انتباه الرجل حتى تخليه يتقرب منها هي الاهتمام الزائد والمبالغ فيه بمظهرها الخارجي من ملابس وميكوب وتغيير قصات الشعر حتى تبرز جمالها وتكون اكثر جاذبية فبتصير تهتم بأذق التفاصيل من تنسيقات الملابس مع الاكسسوارات مع العطور يلي بتحطها لانه هذا الشيء يعطي للمرأة ثقة بنفسها وبساهم بشكل كبير في جذب انتباه الرجل هذا بالاضافة ان المرأة يلي بتحب انها تجذب انتباه الرجل وتخليه يتقرب منها بتكون مستمعة جيدة وهذا ببين لما بتكون في حوار معه بتظهر كامل اهتمامها بالكلام يلي بيقوله من خلال السماع الجيد من غير ما تقاطعه مع استخدام لغة الجسد كالاتصال بالعين والتركيز في الكلام وهذا الشيء بيخلي انتباه عند الرجل ان المرأة كتير مهتمة فيه وبتخليه يتقرب منها اكتر ويحب انه يكون معاها وقت اكتر وهنا بنكون وصلنا لنهاية الفيديو بتمنى دعمكم للقناة بلايك وكومنت وشير مع اصحابكم بلقاكم بفيديو قادم السلام السلام